اشتركوا في القناة جديد من حرير مبطن بالقطن في يوم عرفة من كل عام حيث يغضي اغلب العاملين بصناعة الكسوة حياتهم في المصنع الواقع في منطقة ام الجود بمكة المكرمة هذا الشرف العظيم يعود الى ما قبل الاسلام واستمر هذا التقليد على مدى الحقب الاسلامية المختلفة وحتى اليوم في السابق كانت مصر ترسل الكسوة الى مكة على مدى القرون الى عام 1962 عندما قررت المملكة العربية الصعودية ان تتشرف بصناعتها وتمر عملية صناعة الكسوة بعدة مراحل بدءا من الصباغة مرورا بالنسيج الالي والنسيج اليدوي والطباعة والتطريز وحتى حياكتها وتجميعها جميع المواد الخام بالنسبة للحرير يأتي من ايطاليا اما بالنسبة للفضة والفضة مطلية بالذهب تأتي من المانيا استالك حوالي 120 كيلو جرام من الذهب و100 كيلو من الفضة اما الحرير فيستالك 670 كيلو جرام من الحرير واضافة الى الحرير المستخدم في صناعتها تتزين الكسوة بآيات قرآنية مكتوبة بخيوط من الذهب والفضة تمر خلالها على عدة مراحل الى ان يحين موعد اصدالها على الكعبة المشرفة اشتركوا في القناة